السلام عليكم ورحمة الله كدا يمين لبس اليكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم ان شاء الله بإذن الله سنتقسم معكم مجموعة المخبوزات اللي ستكون من عجين واحد بإذن الله وهذا العجين سيكون طبعا مخمى بالخميرة البلدية واليوم سنستعمل دقيق القمح الصلب الكامل لماذا سنستعمل دقيق القمح الصلب لأن الأخوات نتعنا بالمغرب والجزائر يعني متعودين كيعجنون الخبز بالقمح الصلب يعني القمح ماشي القمح الليين اللي كيتسمى الفرينة أغلب القناوات يعني ما كيقولوا القمح يعني الليين ولا كيقولك القمح في الأغلبية كيستعملوا دقيق ديال الفرينة وللقمح الليين هذا الموضوع كنا هضرنا عليه يعني هاتت له فيديو خاص باش كنوضح الفرق بيناتهم المهم النتيجة راح غادي تكون نفسها ولو أنكم غادي تستعملوا القمح الصلب لأن عدة أخوات كتقولك يعني مستحل بالقمح الصلب أن تخرجنا نفس النتيجة كما كنت شوفوا قدامكم يعني النتيجة إن شاء الله غادي تكون مضمونة فقط تبعوا معي الطريقة ديال تحضر دياله إن شاء الله بإذن الله غادي يستقلكم بالقمح الصلب والخميرة البلدية والنتيجة ستكون لكم بحال هكا واليوم ما غاديش نستعملوا التخمير البطيء لأن عدة أخوات قليك ماشي مناسب ليهم غادي نعطوها الطريقة أنت التخمير السريع جدا وإن شاء الله غادي تلاحظوا أنه النتيجة الحمد لله يعني جدا رائعة هناك كما قلت لكم عندي بالضبط كيلو ديال الدقيق ديال القمح الكامل والكيل القمح الصلب وعبي لكم أنه مسماد واللون دياله يعني يميل إلى الصفار وره به بالنخالة دياله يعني كامل ما غربيت منه للقليل ولا الكثير هالكيلو ديال الدقيق استعليه ملعقة كبيرة ديال زريت الكتان وملعقة كبيرة ديال حبوب الشياء بالنسبة الحبوب الشياء رغم شيء إجبارية ممكن ديروا فقط ملعقتين كبيرة حتى الثلاثة ديال زريت الكتان عندي ملعقة صغيرة ديال نافع البستاني ونصف ملعقة صغيرة ديال السانوج يعني السانوج ديالنا العادي وهذه هما المكونات اللي أنا استعملت اليوم انتوما أي منسمات ممكن أنكم زيدوها طبعا مادم أنني غدي ندير تخمير يعني السريع غدي نستعمل كمية كبيرة ديال الخميرة البلدية فقط غدي نقول لكم واحد الملاحظة أن هذه الخميرة البلدية ما تغداتش على يومين يعني ما ذكرتهاش على يومين ومع ذلك النتيجة غدي تشوفوها بعينكم يعني الحمد لله كي غدي تخرج يعني الخميرة هنا ماشي مذكرناهاش ما غديناهاش ما نشطناهاش كنزيد الماء واحد الكمية البأسة بها من الماء والكمية المتبقية كان بقى نزيدها يعني شوية بشوية أثناء العجين أنا اليوم اختارت نعجن في العجانة ولكن من نفس الطريقة كنستعملها باليدين فقط أنا كناخده شوية الماء كيكون أكثر مقارنة مع العجينة العادية وكان بقى نزيده كمية بكمية ديال الماء والعجانة خدامة و نفس الشيء بالنسبة ليد نفس الشيء ولكن يريد الخدمة لأنه القمح الصل يريد أن يتخدم سوف يتعجن مزيان و يكون القوامه مخوف بحالها طالق و نزيد الكمية و نزيد الكمية من زيت الزيتون الزوج ثلاثة ديال مع القكبار أو الزبدة و لا أريد أن أقوم بعمل زيت الزيتون صراحة لا أكدب عليكم يعني في الأغلبية لم نستعمل زيت الزيتون يعني طبعا لا كانت لديها البنات ضون كبه بلا زيت الزيتون ممكن أنكم تعجنوه و يخرج لكم النتيجة اللي ستخرج لي أنا و أحسن بإذن الله يعني و كان أكد على كلمة أحسن لأن في العادة كيخرج لي حتى أحسن من هكا المهم تبعوا معي الطريقة صافي هنا يا في الأول كنت كان عجن غي على زوج يعني الصرعة على زوج في الأخير باش العجينة كتجمع يعني كان نبقى ندوزها على 4 يعني الفيتاس نتاعي كيولي على 4 فقط باش العجينة كتجمع لي هذا هو الحكمة و صافي و لكن بالعجين تاليد طبعا ستقاطع الجنو حتى العجينة ديالكم تتماسك و هذيك الزيت كتدخلكم في القوام ديال العجين هذي اللي استعملتو الزيت أنا هنا كما كان وبيلكم كان وبيلكم القوام ديال العجين يعني مطاطي و باين بأن هم الخوف بزاف و زائد هاد شي يعني كما كتلاحظو أنه كيتلسق في اليدين يعني دول حكمة البنات تخدوا معيات الحكمة بعيدة اللي اعتبار الله يفحملكم الواليدين و غادي تلاحظو الفرق في المخبوزات ديالكم المهم انا اخذت ثلوتين تالعجين خليتو هاكا يعني هاكا طبيعي و واحد ثلوت يعني التاني يعني الثلوت هو اللي استلي واحد كمية من الزبيب يعني هنا انا عندكم حرية الاختيار طبعا انا غير كان اعطي افكار يعني فقط و ديبت واحد كمية بسيطة انتال قوجي طبعا لي ما عنداش القوجي هذي ديبغي الزبيب و ديبت ملعقتين كبار ديال زنجلان زنجلان شحال ما قدرت تدخلهم في المخبوزات ديالكم الاو كيكون احسن طبعا ملعقة كبيرة ديال الخرب طبعا الخرب شو حاجرها مهمة في المخبوزات و ملعقة كبيرة ديال النبق ولا العناب يعني ملعقة كبيرة يعني طبعا هادو كان عافر قيمة الغدائية ديالهم ما غادش نتذكرها يعني في فيديو بحل هذا ملعقة كبيرة ديال كاكاو هنا انا اي كنديرها الاطفال يعني باش كما كنقولو كنغربيو الاطفال فقط و زيت كمية من الماء كمية من الماء ديال المستعملها الخرب طبعا ديبت اسمعي القار ديال الخدنجال و راسمعي القار ديال القرفة المنسيمات ممكن تدبو اي حاجة كتفضلو اللي بغا ديبت حتى القليل من الزنجبيل و القرنفل يعني باش كي يجيب حال هادا كيكون رائع يعني كيكون رائع جدا صافي كان نردهم يعني في العجنان تاعي و لكن عجنهم بيدي كما بغيتوا يعني و كتفضلو فقط ان تلك المكونات ديالكم كتدخل مع بعضياتها و طبعا نزدنا الماء لان كما قلنا استعملنا الخرب اللي كي يتشرب الماء كنخليهم يعني على جنب في مكان دافئ هنا اليوم مرشن دير تخمل الباطئ يعني احتل المارة اني كنت عجنة بالماء دافئ ماشي سخون و لكن دافئ فقط خليتهم في مكان دافئ قريب للفرن يعني كنتم استعملنا الفرن و الحمد لله اربع ساعات و نصف كان عندي هاد النتيجة اللي كتشوفو فيها ولله الحمز عم اللهم زيد و بارك الحمد لله الحمد لله لحطو تخمير كدير يعني ما شاء الله شوية كان غديفرد وتخمر باين بانه كبير يعني تخمر كامل هنا انا سطح العمل ادهنتوا بزيت الزيتون ممكن تستعملوا فقط الدقيق فهمتوا او كما واحد ما درت معاكم الزنجلان او البدور يعني من اختيار ديالكم طبعا عندكم حرية الاختيار اليوم انا درت زيت الزيتون ولكن في العادة ماشي دائما كنديرها يعني كل مرة و كيفاش هنا ايه كنعطيكم مثل صيف concentration او صافي كان احاول اخذت للنصف العجين ديالة الابيض يعني العجين اللولة اخذت النصف انقذها هادك النصف اخذت يعني تولت من العجين السوداء يعني العجين السوداء اللي كانت فيها شكراء اقسمتها إلى ثلاث يعني ثلاثة ديالية الكريات اخذت تولت هو اللول غ kingdoms الامرحال الاو صافي وسظيف شريفا عاجين التوجيا غيرد ضيية يا طبعا سوف نضع المول لديه و لا يمكنكم استعماله إلا الحجم من المول كل واحدة سوف يستعمل المول لها و كما تعود عليه فقط تحاولوا أنكم تبركوا على الأطراف لها لكي لا تسيح الكمش لاحظوا معي لكي لا ترتق الكمش سوف يتلاحظوا في العجينة سوف يتلاحظوا بأنه فيه و راح خامر سوف يتلاحظوا سوف يتلاحظوا سوف يتلاحظوا في الإناء دهنته فقط بالزيت و القليل من الدقيق و اضعت فيه الطوست ديالي هنا كما تلاحظوا سوف ندهن رشيت سطح العمل بالدقيق القمح الصلب و البقية للعجين الأبيض قسمته إلى زج الكويرات لكي نضع خبزتين بزوجة الخبيزات اللي كيكونوا صغار فقط انا هنا تبارك الله قلت لكم انا كنخدم وهو فايد لانه انا تعطلت شوية لانا كانت عندي مطبرة اني نخرج ولو ما جيت نرجع فريمو تبارك الله لقيتو فاض مني فريمو فاض ولو انا كنت نخدم وهو كيفضلي في ديالي يعني ما شاء الله الحمد لله بها الطريقة غادي خرجكم المخبوزة بإذن الله يعني روعة صافي هنا كما قلت لحظوا معايا يعني كنحاول انني كننزير هديك العجينة ديالي باش ما كتسيحليش في الفرن يعني الاخوات اللي كيسيحليهم الخبز حاولوا تتعملوا هادا التكنيك اللي كنتقاسم معاكم ان شاء الله باش الخبز ديالكم ما يسيحش ثلث الاخير اللي كانت قريم العجين انا طويته الى ثلاثة صافي باش ما نضيع لكمش الوقت يعني هو هادا طويته فقط الى ثلاثة ودعبا غادي نحطوه يتخمر للمدة التانية مدم انني لاحطوه انه ما شاء الله كيفضلي في الدية اذا ما طولتش عليه بزاف بزاف فقط واحد لمدة نصف ساعة ولقيتو كما غادي تشوفوا معايا لقيتو ما شاء الله يعني فاض بالنسبة لكم اللي لاحطوه بانه باقي عاد يعني مزان ما تخمرش تخمر كامل ممكن يبقى حتى زوجته السوايا فهمتوا البناات ممكن يبقى معاكم حتى زوجته السوايا الاحظوا معي الخبز دية التتصل وهي هاي يعني فلقنت يعني انه ما شاء الله غاليف ديالي نفس شي بنسبة الخبيزة ديالي ونفس شي هذيك الخبز يعني اللي كانت بالشوكولة رهات ترتقات ماشي انا اللي في الحتها رهات ترتقات بوحدها بترتقات LaBney ؟ ماشي انا اللي في الحتها سبحان الله ل отметا فيها الحلاوة كتير تخمرها كان سريع جدا طيبتهم في الفرن يكون بارد وخليتهم يسخنوا معاه اكد على هذه النقطة الفرن كان بارد وخشيت الصينية وشعلت عليها غيمل تحت وعلى المكسيموم 260 درجة من اللي الخبز تخمر نقصت عليه وخليته على 180 درجة في الفرن وعلى خاطره من بعد فقط طلعته وحمرته من الفرن لاحظوا معي التوست لم أخرجتوش من المول ولاحظوا كي راه دير يعني متحمر ما شاء الله تحميرها كاملة لاحظوا معي البنات لم أخرجتوش من المول نهائيا ولاحظوا ما شاء الله تحمر في المول وكي من الفرن وكي من الجوانب طبعا نفس الطريقة هنا مباشرة بدون ما نخرجه من الفرن نضعه في قماش قطني ونضعه مباشرة في ساك بلاستيك كما تلاحظوا معي ونستعليه مزيان مزيان ونجعله على الأقل مدة ليلة كاملة لأنه يجب أن يرجع عليه كما تلاحظوا معي ويبرد على خاطره هنا يرى الصباح الصباح يعني هذا الأغداليه ما شاء الله برد على خاطره الخبز ديالي لاحظوا معي القوة منتاعه ما شاء الله يعني كيتقطع الصباحة كتأكله غيرها بلا مت الدهنيه بلا والوم يعني ما شاء الله غير من المنظر منتاعه كيفتح الشهية أن الإنسان يأكلها الملاحظة الوحيدة اللي غادي نبغي ننبهلها طبعا يعني للأمانة الأخوات ديالنا اللي عندهم أمراض المناعة الداتية يالله يوحملكم الوالدين كين مخبوزات بدون غلوتان ولو أننا كاملين كنشتقوا عني هذا الخبز هذا ولكن نحاولوا أننا نتبعوا الحمية ديالنا ولو أنه كيشهي ولكن ما عندكم الأطفال وإلا ما عندكم شو أطفال عندكم زوج أو عائلة المهم نحاولوا أنكم إلا وجودوا تدوقوا ولكن ما تاكلوش لأن القمح والقمح الصلب يعني القمح الصلب شي حاجة كاريتة بالنسبة للأمراض الالتهابية يعني كنحضر هذه النقطة فقط للأمانة باش إن شاء الله تكون الرسالة توصل يعني على أتمامها بإذن الله هناك ما كتشوفوا معي يعني ما كتقطعيه ما كتعافيه كيك ما كتعافيه توست ونفس الشي بالنسبة لهذه الخبيزة ديالنا ما شاء الله لاحظوا معي الداخل يعني تخمر كامل ومتقبين مهويين ومشفشين والمادة قديلهم روعة يعني روعة يعني سبحان الله كل واحد يدوقه كل اللي غادي يبغيه وهاد الخبز هذا وكل اللي غادي يبغيه كل خبز دي منسم وصبح هذا المنسم جب فيه المدق ديال الفقاس وحتى من اللي أنا حمرته في الفرن يعني لغداله حمرته في الفرن نأكد لكم الأخوات أنه كان فيه مدق الفقاس سبحان الله يعني كان شي حاجة بنينة بزاف و لكن زعمة مهم كل واحد هو الدوق دياله طبعا يعني كل واحد وذلك أنا تخصدين كان بغير شوكولة وكان مغير المنسيمة لستعملتي حاجة فينا 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 المهم الحمد لله والشكر لله هذا هو الفيديو نتاع اليوم بإذن الله أي سؤال عندكم على هذا الفيديو هذا وعلى الخميمة البلدية والقمح الكامل ممكن أنكم تخليوا في التعاليق وغالي نجاوبكم بكل أمنة إن شاء الله بإذن الله فقط نأكد أنه تكون عنده علاقة مع الفيديو اليوم طبعا يعني باش إن شاء الله بإذن الله الهدف من السؤال ديالكم كيكون واضح وإن شاء الله الإجابة ديالي كتكون أوضح بإذن الله هناك نقولكم نتلقى في فيديو مقبل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته